دكتور جمعانا بايسي بدي راحي فيك بهايدا اللقاء الشهرية اللي صارو نايس بينترو يمكن من شهر لشهر وحجزو برزنامة حياتهم الشهرية واسمالا اليوم طالعا النورة هيك ضوية انتا النور شو سر هالك حسنا تغازلني بغازلك اكبر يا رايت نغازل ببعد كل حالة شو سر هالجمال اليوم اليوم يمكن اني لبسي اسود غالب الاسود داخلك لا هو السرر اكبر انه انت قاعد حده هلا احبوك واحد يخدوها بقرر لكن بس بتنتقل هالزبزبات اذا رجل غير شكل حد مره هو بيعطيها الجمال عن جد لكن المره ما تعطيها الجمال للرجل هلا ان احنا بس نكون كوبلات ان الرجالة قومون على المساء كمان حتى بهالقصاص ايه هو بيعطيها اذا رجل ايه خطه شخصيه ايه نعطيها الاهمية كأنه في زبزبات بيكون يعني بيكون زبزبات يعني المرأة من دول على الرجل ولا ست نحوه من دول على ادم بس شو لعلي اللون الاسود التيلي لاني لابسي اسود انا لابسي اسود انا قريني ما بيعاكسني بالاسود انتبه القريني بحب لون الاسود ايه اذا انتبه انا اللي عنده قرين مجوسه او قرين يعني بغار عاشي بلبس اسود بحبه تلبس اسود بيطفش لرجال كمان بيطفش لرجال ما لازم تلبس اسود كثير لانه بحبه بصير تعلق فيها اكتر انا قريني يعني متصالحة اوية متصالحة ما قريني ايه استرجاع ما بيأسر على العلاقة الزوجية والقرين لا لا يبدو يأسر كلهم مجوزين ما كنا عنا قرين الا الرسول عليه الصلاة والسلام اعانوا عليها فاسلمي لانه شل الشيطان هو من الشيطان شلوا يمن قلب لانه هو رسول الله هو شفيعنا في الدنيا والاخرة صحي صحي الا الرسول بس والني ما بيقدر يتغلب على هيدا القرين كنا بتقدر نتغلب عليه هو الشيطان انت بتقدر تتغلب عليه الشيطان مننه الشيطان مننه شيطان مننه شيطان مننه بس مننخاف نحنا من الشياطين ليش مننخاف منفكر انه هو اأوى منننه منخاف يعني هو بيخاف ما بتحق بلش بالآية بتحرقه هو لك واقف واقفه ببلش يصريك عم تحرقه مين بيكون اقوى ليش هيدا لو هو اقوى ما كان اصار فيه قرآه اني كان ليه قرين بصورة الصفقة اني اذا نعمل من المحترين يعني كل آياتنا عنا قرين ما حدا حينفذ من هيدا لا مثل الروح والنفس والقرين هو ربنا خلقهم ثلاثة اذا ما تكونوا هو ثلاثة بالجسم ما تكون الجسم اي متى بيموت القرين بس نموت بيموت بعد ثلاثة ايام لما يندفن يدلوا عايش ايه يدلوا عايش بالقبر ثلاثة ايام ما هو يحاسب مش الروح دايما اقول روح عم تتعزب وعم تتحاسب ربنا بحب الروح بجاد برجع بقول ربنا بس نحن ما منحس بهيدا العذاب او الالم بيقول لك عذاب القبر بيقبره والانسان بيتعزب او اعلم هلأ انا هيدا الشيوخة ما بحبه كتير ما بيحكوا فيها عذاب القبر بس هو يحاسب على اعماله هو اللي بيقلك السروق هو اللي بيوسوس فيك هو الشيطان يعني كلتي جملة مهمة جدا ان الروح لا تحاسب لا تحاسب الروح اول ما بيموت بيجو بيها يخدوه بيطلعوه بيطلعوه لفوق اللي بتطلع عن رب العالمين اماني يعني رب العالمين عم يرجعه هو يعني من امر الله ايه وازا اسألكوا عن الروح يقولوا روحوا من امره وما قطيتهم من اعلم الله قليلة بلا انها نفسها امرتهم بالسوق كمان بتعمرك بالسوق نفس بتتحاسب بس هو الاساس القرين هلما هو بعيش ثلاثة ايام اذا في واحد تبه لو قلت ليش بيها تضلو ثلاثة ايام اذا واحد شاطئ القرين بزمان شاطئين يحضروا القرين هو مثلا يعفوان السروي مات هيدا الزلاثة بقلوه اه بيستغلوه بيستغلوه مشان هيكها ثلاثة ايام بتركوه ليه ثلاثة ايام لحتى يقدروا بيحضروه هو بعضوه يعني ساحر ساحر او شيخ اللي هو بيستغل هيدا الموضوع ايام بيكون عنده علم فيه مائيه مش ساحر ساحر بيسحرك بطة ومع بيضة وبيطلع لا هيدا غير هيدا بيكون عنده علم بقرين بيعرف كيف يحضروا كيف يسألو كيف يقدر ياخد المعلومة منه هلا كيف باي طريقة بالحركة بالكتابة بس بيقدروا بعد ثلاثة ايام خلص راح القرين تشتغلي مع القرين انا لا ما في ما بيشغل مع القرين ابدا لا ما عليك علاقة بهالاجواء لا لا بس انا بقره كتير لانه مشان ما يأثر عليها ما يأثر على لو انه منيح وبتعطيهم اكيد نصائح للناس بهذا الموضوع اكيد انا ليه القرين كل العالم يدين بيقروا لانو طعف امدين بيقلب عليك امدين بيعشق هيدا الشخص حتى لو كان الشخص تقي بيصلي بيصوم ما دخل ما علي عليها اوقات لو تقوا بيصلي بيصوم من سحر شو رأيه ايه بيصوم ما انا الناس دايما بتتابعك على سوشل ميديا وبتحب الادعية اللي بتعطيهم اياها وبتكون لقلهم هيك مثل ارشادات او حصن حصين خلال ايامهم على مدار السنين فعملنا هيك فقرة سريعة لعدة ادعية بديك تعطينا اياها بشكل مختصر مفيد الدعاء للامية اللي بتروح دايما الصبيين ايه بحبل بس بتروح الصبيب اول شغلة بتجيب بيت ميل حتكون طريقتين هلا في عدة طرق هلا اذا بدنا نحكي عن طرق كلها توقف على واحدة هلا هنحكي عن طريقة واحدة تانية اللي صار يعرفوا الاولاد نيسر عم يتبعوها وماشي حالون ايه ماشي حالون اعطين طريقة تانية حلو كتير يلا كباية ماء بيقروا عليها البسملة يعني هي بسم الله الرحمن الرحيم واحدة وستين مرة اكي وبعدين بيقروا اا اربع ايات amo صورة الطارق والسماء والطارق خماء الدراقه المطارك النجم الطاقب من نفس اللماء عليها يؤية الصورة كلها بتقصدق. لا اربع ايات اوكي 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 لحد اربع ايات وبعدين بتشرب نصطة والباقي بتغسي الوجه فيه قبل النوم لانه القرينة والكارينة والامة السبيان هي امة الصبيان قرينة. صحيب تسقط للصبيان. تسقط للصبيان وحتى تنجي للصبيان بتفزع مشان هيك روية تدلو يبكي كتير 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 صبيع ويردو فيه عند الحكمة ما اشفو شي بكون هندي ام الصبيان عم تفزعوا. فتعمل هادي الطريقة كتير منيحة وتعملها على سبع ليلي. خلاص روحت عنها بس دلت تسمع صورة الصفات طول ما هي حامل والمرسلات المرسلات بتثبت الجنين لغاية ما توضعوا. اذا ما بدأت تقرأ كليم صورة الصفات تسمعها. اهم شي صورة المرس على حامل. وتقرأ من وقت للتاني ام الصبيان مش هاروه بانرها وحدة. لا لا تسبيت الجنين. اي حتى للبنت كمان على اسموها ام الصبيان. اكتر شي بسقط الصبيان اكتر. اكتر شي بسقط الصبيان ممكن تسقط البنات متل ما بدها مع وقت بنته وماتت مثلا ببطنيك مثلا على الخامس هي بتحتر على التالت. اكتر شي على التالت. هو التالت وقت بيتثبت الجنين بالراحة. اي لانو تبت الروح بقاعة الارين يوم وبلش يتكون من العزام واللحم والهايدا بتبلش هون تجيب تسقطه. أدنا دعاء لكسب الرزق يلي عم نحلم فيو بركي. شغلة كثير بسيطة بسيطة صورة الواقعه بتحطو عملي اي عامله ان شاءالله عمر 10، ورقيت بالعملضلور م bones of the لو 10.000. 10.000 مش هيتبرعوا فيها ديب. هاي دي بدي نتبرعوا فيها لمسكين. 100.000 عمقول. هلا صرف 100.000. تنقول. اكلى شي حطوا 100.000. ايا عملي عندهم ياها برا من اربعة. اربعة الجاي بياخدوها بيسحبوها بيعطوها لمسكين يوم الخميس. بسحبوها الاربعة بالليل ليلة الخميس. وبيعطوها الخميس لمسكين. لمسكين. يتصدقوا فيها. هاي بتصدقوا فيها ما فيهم اشي خفيفة حتى ما يدعو لهم يقروا هايدا. هلا للكراءات يقرأ صورة الواقعة 14 يوم بس كيف هي طريقتها تقضي على الفقر صورة الواقعة بس كيف هي طريقتها اليوم قرأينا من واحدة بكرة وحدة لما بكرة وحدة نرجع نقرأ الاولى مع الثانية الثالثة الاولى والثانية والثالثة الرابعة اولى والثانية والثالثة من اول وحدة والثانية كم مرة لازم نقرأها؟ يعني وصلت للأربعة كم مرة لازم نقرأها؟ من وقت تلك المشاهدة لا تخلص الأربعة عشر يوم بالشهر مرة بالشهرين مرة بس هادي بزيد الرزق كتير كنت عم تحكي انه بيتصدقوا اخر شي بالمصاري اللي حطوها اللي حطوها ايه؟ صدقة الجارية هي للاشخاص يمكن اللي توفوا وفيرقونا بالحياة بس في عنا الامام علي رضي الله عنه وكرم الله واجهه كان يتصدق بس باشية سمينة عنده تصدق بخاتمه ما كان عينه يأتونا الزكاة يقيمونا الصلاة ويأتونا الزكاة وهم راكعون دخل واحد على الجامعة ما كان حدا يعطيه عم يصلوا مليئين وفي منهم كانوا قاعدين مخلصين الصلاة ما كان حدا يده هيدا لما سمع انه مسكين هو راكع عم يقول سبحانه ربي الاعلى وبحمده ساحب الخط من ايده وناوله ليه هو بعده راكع سمع وما حدا نجاوبه هو بعده راكع يعني فساجد فساحبه من ايده وعطيه ما شافوا منه المسكين ما هو ما كان كان هو قابل يتامه كيف عرفوه مات الايتام عرفوه الامام كان هو يعطيه مهمات سحيلا انتوقفت الصدعات عنهم ووقفت وبعدا مين تابع هذا الشيء امام زين العابدين لما كمان مات امام زين العابدين كان يعرف انه هو كان يعطيه الصدع يعني يدق على بواب بالخفة ساريو سألو عنهم بالخفة يخبوا وجههم حطولهم يونع الباب ويروحوا دعاء مستجاب بالقرآن الكريم اذا دعيناه اهم شيء مشان واحد يسد الاعداء على النوج عنا من بين ايديهم سدن ومن خلقهم سدن فاقشيناهم فهم لا يبصرون لان ما فيه ابشع من العدو بيقفلك على رزقك وعلى مالك وعلى اولادك وعلى حسادك على اولادك للحسد من العين اهم شيء قاية الكرسي خمس مره اهم شيء قاية الكرسي اول واحد يقفك يقف ملك عيمينك ثاني ملك عشميل ثالثي ملك وراك الرابعة ملك قدامك شو بقولوا ربنا تنحوا واجبت علي حمايته الخاصي هايدي اهم واحد يتحصن ولده ليش انا بقول على الطمرة سبع مرات لانه الطمرة هي خلقت تبتني بشبع تيام اهم اوكي ست تيام ثم مستوى على العرش في السابع قصة العرش حلوك ياخرين نذكرها يلا احكيها لما خلق ادم ربنا حلتنا طويلة ولا اصيرة لا اعرف كيف احكي معك الوقت كله يا ست جمالة طيب منبقى للصباح ايش لا درجة يا انا فريد يرجع عالمي طيب اوكي ليش طيارتك هو اينا طيارتي ايه طيارتك ما بتروح الطيارة هلا لا هيا انا بسد انو شايدين على فكرة انا شو كانت شغلت قبل ما بضبط على التيفي شو كانت تحش دي بالمكاتب الطيارات لك انا كنت تشتري طيارة انا مضيفة على الطيارات الخاصة حلو اي كان عمر 20 سنين كنت احكيت اسبانيولي بس ليش على الطيارات الخاصة ان كان فيها رجال اعمال كانت رجال اعمال واللي كنت بعرفها كانت صديقتي لعني كنت بحكي اسبانيولي انا وانا استقبلت الرئيس البلجيكي هو اللي بني الاصول ما كان حدا يعرف الارجنتين يا ربي ما كان حدا يعرف يحكي اللغة الاسبانيه الا انا فصاروا يحبوا بالمطار من اجتوا حتى بنت صغيرة بتحكي هون اسبانيولي صار بده ما بتعرف انا بسير جاهز الطيارة انا بابدي يسافروا فانا سفرت كتير وشفت يعني اجمى طيارة كانت بيقولوا بيحبوا ياللي بيارجيه خلقوا اذا بديكوا ورزقوا هذا كله استاذ قراء هذا كله واهم يعني الواحد ما يحلم انه يصير انا كنت احلى هذا كله واهم بدي سافر بدي تصير مضيفة لما بتصير هاي بتشوف العالم على حقيقته وديني على حقيقته بتلاقيه هذا كله ما نحلم فيه هذا حلم واهم ما انه حلم ما انه تمنيات حقيقة بلقيته هذا واهم ما لقيته حقيقة الحقيقة انه الست تكون ما تنعب اللي عم تعمله الحقيقة يكون الواحد ولا تمشي في الارض مختالة ومرحن يكون اجريه على الارض ما يبص انه طار بطيارة خاصة شي طارة خاصة لقيتها صدوق تغير فيك اختيها خطر اول شي هاي اول شغلة بعدين ما اطلع على الطيارات انا هلا لما اطلع طيارات يعرفني كافينا على الطيارة يبعت وراي يقول له ما تقربي بدي كثير على الوحو بحطني هادي قلي بتاعي مدعومي لا لا بس الموضيفات بيعرفوني بقولوا الكابتن بدو اياكي لما يعرفونا على الطيارة بس بقول له ما تقربنا عادي بحس حالك اني بحوط بيلاعني وماشي فيه بخاف انا كثير من الوحو بس شو له علي هالموضوع بالعرشين بقصة العرش اللي عم نحكيها انه هيك ربطيهم ببعضهم ربطهم ببعضهم لانه كل شي بالهواء لانه هن شو صار فيهم انت زكي كثير عافية عارف فيه بدك تربطهم ببعضهم فهي ايجي تاكي انا دايما معوادين علي تكون هون بصير هوني بس برجع برجع للموضوع الاساسي مشان هيك الناس حب تبرنامشي مقدر رسمي بلا لا عفوية وقريبا من الناس كتير عفوية بقولوا كانت هونجو ما صارت هوني بس بالنهاي بوصلنوا للفكرة كنا طيب بالهواء عكل حالي كنا بالهواء صواه كنا بالهواء صواه صار وكنا على الهواء وهلا نحنا على الهواء ها ربط لك يا انا كلهم صار وها بعضهم بس حمستينا على موضوع العرش العرش هو ربنا خلق ست ايام من هيدا لما خلق ادم بس هيدا قام قالوا لما بعدنا ما خلق ادم قام حكم ما هو 8 من الملائكه تحمل العرش بالسابع يوم ثم سوا على العرش فحكم 8 يحملون امرهم فحاملو لهم حاملينو العرش فلما خلق ادم طلب الملائكه كله تسجد لادم الا هاتمانه الا الملائكه اللي كانوا ايه ايه قام سجدوا الملائكه كله نحن بس عامل نحكي عن الملائكه الا هاتمانه قام شو قال واحد من الملائكه ياسمو قالوا ربنا ما خلينا نسجد لاله لانو حاملينو عرشه شوف مانا كلمه كتير مهمه سمعوا ربنا قالوا نتركوا العرش لما تركوا العرش هوا بالارض كله فقالوا نالعرش هو اللي كان حاملكم مش انتو كنتو حاملينو فشوف مثل العلم انت العلم يحرصك وانت تحرص المال فالعلم اهم من المال فكان العرش اهم من الملائك مش هي كانت حاملته وحتى الامام معالي قال العلم يحرصك والمال انت تحرصه صح ولا لا نحنا عم نحرص مالنا ففي في يعني ما رح نحكي عن الامام معالي كتير انه هو كان عالم من المبادئ والقيم علم كان عنده ما في شك فالكلمة كان يوصل لك ايها لابعد الحدود اللي انت بدك ايها بتوصل للنهاية فانا وصلتك هلا للنهاية فمشان هيك هوة الملائكة لما تركوا العرش يبقى كانوا محملين بالعرش انه مش لانه عفاهم فهي هي شغلته مثل ما كل ملك ملك الريح ملك المطار ملك البحار اذا تعرف انه بالبحار في ملك اسمه حمزة اذا واحدة عم يغرق ينادي يا حمزة يا حمزة انجدني هو النجات من الله ايه ينادي يا حمزة ايه ملك البحار ما قلت ملك البحار اسمه حمزة يا حمزة بالله عليك انجدني استعينه بك بالله انجدني اكيد بينادي رب العالمي بس الملك حمزة باي واحد ابنه عم يغرق او هو عم يغرق يقول يا حمزة انجدني ايه تغرق ما فيه ما في مجاله هو اكيد ربنا رح ينجده بس كل ملك موكل بشي كلنا غرقاني حتى الاحجار الكريمة موكل فيها ملوك كل شي كل شي متردد وخايف انه يعمل اشيه معينه بالحياه بده يروح للاستخاره ايه افضل الاستخاره بها الاساس ايه الاستخاره اكيد افضل بكثير لانه هون انا جاي اسألك تعطيني رأيك يمكن رأيك يكون مظبوط يمكن بمحله ممكن ما يكون بمحله صح انت تعطيتني رأيك بس لما الواحد يستخيره بالعالمين من استخاره اهم اللي ربنا خلقه اللي هو اللي بيسيره ما رح يتركه بمنتصف الطريق رح يوصله للطريق المصبوط صح؟ لا يزا من اتباع الاساليب نفسه تابعة الاستخاره الصلايات و... لا لا طار شو بدي اقل لك شغلة هادي اللي بقول لك صلي ركعتين وهي دا في كذا شغلين هله اذا واحد بت غالب من سرقه هدي حلو كتير يا صلي ركعتين بقول 252 مرة 200 و 52 مرة اي اي بعد ما ينام بيصلي وبيروح بالنام بشوف بالمنام مين ثقوا هي الشغلة شغلة ثانية الاستخارة شو مقلت تقرى الفاتحة كله هو الله و احد و اخر شي من صوت الكهب لو كان البحر ميدادا يعني كلمات ربي قبل ان تنفذ كلمات ربي و جنب ان تنفذ مادتك كل انما انا راه الهو مثلكم لاحد اخرها اوكي اقولها هايدي بشوف هايدي بتقول لي يا ربي اذا منيحا ربنا حيارشيك ايها اذا منيحا انو الامور تتيسر بيوحيلك شو تعمل يا اما بسكرا يا ما بنتحط لك حات يا ما بلاقيك بضمرا يا بلاقيك معمرا يا بلاقيك بخضر يا بتلاقيك بجافر بيعطيك اشارة او انت حط اشارة اذا منيحا حطيلي لون الابيض مثلا شي ابيض او اذا مش منيحا حطيلي مثلا بيت مهجور اذا انت بدك تطلق هايدي ايه هلا الخير في ناس بقولولك بدك تعمل هيك وتسوي هيك وتتحمم هذا الشلو كله كله بجعب لكم كله بالنويلة بتقرأ الفاتحة بس مرة لو قلت كلمة يا الله ويا نور هي كلمة يا نور هي اللي خليك تشوف بتقول يا نور سبعة مرات وبتنام الله بيسمعك مش كما هون تكتر له بس هو بحب دايما كل يوم تدعيه لانه احيان باخرك دعوتك ربنا بقولك ليش ما استعجبت لي عم بدعيك ليل ونهار هو بحب عبي دايما يسمع ما عم يدعيه بني هاي ادعوني استعجب لكم صحيح عم يكتروا العوانس جمالا ايه ما شو بأسر بسيف يتعطيل على الزوانس لا لا كل رشالة باربع مياخ شو بأسر يعملوا باب الحارة في نساء كتير اليوم دخلوا مرحلة العنوسة اذا صح التعبير لانه ظروف ظروف عرفت كيف ولا في ناس تنسحيون يروحوا يدخلوا ضرره تالتة ورابعة للنساء لا ما بنصحها اكيد لانه هتعيش بمشكلة تنزل على ضرره هذه هلأ الرجال هي يعني ضرره والرجال هي خلوها تتهنى بعد بحياته في ناس بتلاقي انه اذا ما تزوجت المرأة وكأنه هي شي مش مهم شوف انا شو اللي بحبه انا بحب المرأة تتزوج وتطلق اذا كان الرجال عاطل تتزوج ما تعيش معه تقول لا ما بدي يطلق لانه يستحمنها لا تطلق مطلقة قلتلك اياها مطلقة ثلاثة مطلقة خمسين ولا عانس اربعين اوكي لانه المطلقة عنده فرص تاني لو بصير عمري خمسة وخمسين وستين مداله تلاقي احنا بس العانس خلاص العانس بس توصل مثلا خمسين هيك حتى اربعين بتروحوا لي اياه لا ما بتروحوا لي اذا عانس اربعين لا ولا انا بعرف كتير بيشول عنده بياخدوا اسرية بياخدوا اسرية الله يزور بيخاطره ما هو هيك تكون امرأة تانية هي ما تكون الاولى بيكون مثلا مرته من واجعت له راسه بتلاقي بيلاقي واحدة تانية مرة يحط له راسه يعني العانس الاربعينية بتصير الزوجة الثانية ايه الاكترية قليل يعني ما تكون الاولى بتاخد واحدة على قدر بس ما في سورة بالقرآن بتساعد بفك تعطيل الزواج بتعطيل الزواج اللي عندها تعطيل لازم تقرأ ادعية مهينة سورة الضحى هذه اربعين مرة تقراها البنت تقراها اربعين مرة اللي عندها تعطيل زوج تعطيل زوج تقرأ صورة الرحمن كمان في منو اسمها صورة الرحمن والمدثر المدثر ليس ليش هي احلا ايه هفريكا المدتاء هوني كيام نايم قوم نشلاح عن كيام المدثر اللابس كيام وثياب قوم نشلاح عن كيام بك توضى وصلي تهجرين قيام الليل قيام الليل بيعمل الواج متوهج بعدين يقول يا نور يا نور قدمة فيه تنزل الانوار الى جسد وهذه الطاقة تنزل الانوار الى جسده وبتنوره تعطيله نورانية وخاصة اخر الليل فيه عندك الفجر الصادق وش فجر الكاذب تعرفون شيء؟ شو الفرق؟ الفجر الكاذب اللي بعد ما اجه الفجر الحقيقيه الفجر الصادق تاعكم كله حتى كله واشربوه حتى تبين الخيط الابيض وخيط الاسود هذا الفجر الصادق اما الفجر الاول في حدا بيوقف على الفجر الكاذب يعني بيفتكره اجه الفجر اسمه الكاذب هو الكاذب بيقولولو عندك عشاء الاول وعشاء الاخر عندك العشاء الاول عشاء الاول من صلي صلاة العشاء والعشاء الاخر اخر الليل من صلي صلاة الليل شو حلو معلومات جديدة لون وبعدين بالقرآن تلاحظت بالقرآن شو فيه؟ بالقرآن يعني انه تفطروا يعني لما بيسموا الواحد بتفطروا حتى الليل ما قال حتى المغرب انا ريت القرآن برمضان يعقولك تشفهم برمضان انا كنت بفتكره ان المغرب حتى الليل يعني شو صوموا لحتى الليل يعني اكيد الغروب ها زيك انه ما تحدى دوعة الافطار انه على المغرب يعني مش الغروب يعني فينات بعد بيكون ضو فطره حتى ما قال الغروب حتى الليل يعني هتتعتم مش الليل انه يعني تصير بالليل بالليل بس هي انه من مطلع الشمس حتى غروبها حتى غروبها على هاي شمس تقرب حتى وجدها في حميقتين عيني الحميقتين صح عيني الحميقتين هم شايفة هي ما عم تقرب هي عم تبرم الارض هي ما عم تقرب الشمس عم تروح عم تبرم الارض ونحن شفنا هلا خلص رمضان وطعنا موسم ايه بس هادي المعلومات هتن بعرفوها بعدين لمرت الجاي لانه لانه في شي ربنا زاكلوا بالقرآن من حدا منتباه له ايه على سينة هالمواضيع المذكورة بالقرآن وكنا عم نحكي عن النساء بن شوي ما في الا ستنا مريم ولدت بالقرآن ايه ستنا مريم ليه اسم مرأة واحدة بس ايه سؤالك حلو كتير والجواب احلى من ادب الكرآن الله يذكر اسم المرأة لانا ستنا مريم كانت اية للعالمين وهي وابنها عيسى المسيح عليهم السلام فمنشان هيك نزل فيها صورة بدي يكون في برهان من هو عيسى المسيح ومن هي مريم عليهم السلام فمنشان هيك ذكرها ان اعطيناك الكوثر وصلي ربك وانحر ان اعطيناك الكوثر عرفتك اشي بحبك ساعدني الحمد الله بس الكوثر نهر بالجنة يا جمانا ايه نهر بالجنة وعننا روان بالجنة نهر وعننا ريان باب الجنة وعننا هيدا عطيك اربع بالارض اسكناه في الارض نزلنا من السماء معه يعني كوثر اسم بنت اسكناه كوثر بنت هي ستنة فاطمة الزهراء انى اعطيناك الكوثر ربنا عطى الدني كله وخلق الدني كله خلق الحيوانات كله لحظة لحظة ستنة فاطمة الزهراء الكوثر هي ستنة فاطمة الزهراء لانه اجا من بعده الأئمة اتناع. ايجا من بعد الأئمة. ايجوا الـ 11. بلشوا بالحسن والحسينة. الإمام معالي كانوا واحد منهم. يعني هو الإمام الأول. ليش ما عطى صوبين؟ عطى القاسم. أبا القاسم اسمه أبا إبراهيم. حتى ما يقول أنا ابن النبي. ما يروح الدين. ما يضيع الدين. ما يكل واحد يقول أنا ابن النبي ويشوف حاله. فعطى هاي و هي بعدها ما يقول حلقتنا فاطمة زهراء من تفاحة. ندل فيها جبرايل. يا محمد. خذ التفاق هذه خلالها وادخل على قديشة. اجت من تفاحة حوراء انسية ما بيسموها عادية. هي اجت من تفاحة من الجنة وخلص هذه هي ستنا فاطمة الزهراء. فإجا النسل كله من ستنا فاطمة الزهراء. عطاه بدل واحد. عطاه 11. ستنا فاطمة الزهراء إلى خاصية عن رب العالمين. كان يوقف على بابا وهي بابا بابا. كان يضيق على بابا تقوله أنت أبي برطيق على بابا. قال لا ما أنا. ربي أمرني أن أدق على بابك. قبل ما أدخل على بابك. إن هذي الشغلات يعني ما تخدوها تعديات. لا بالعكسة. ولكن هذي. هذي. يتنور فيها الواحي. وزوج النور بالنور. قد يأجوا على ستنا فاطمة الزهراء. أغني أغنياء العنم بني كورايش. ما كان يزوجها. قال له زواج عن رب العالمين. قال له يا رسول الله. زوج النور بالنور. قال منهم قال له فاطمة لعلي. فكان ما كان شو كان مهرها. قال له الدرع خليه معاك. والساب خليه معاك. شوفي هلأ المهور يا ست جمالة. قبل ما نطلع على أول بريك. عم يغلى الدهب كتير. لتلكم. نضال على غلى الدهب. كتير. 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 لأ اثنين أنا قلت لكم. سألت لكم شو قلت لكم. شهر أربعة في تذكري. براس السنة. لتلكم حيصير أربعة أضعاب. قدي صار. كتير براس سنة. وصل لثمانية. صح؟ تلكم حيصير أربعة أضعاب. كلهم مشهر أربعة تحديدة. طيب. هلأ حقلكم. هلأ حينزل. هلأ حينزل. هلأ حينزل. هلأ حينزل في انقسامات. في انقسام بالبيتكوين. هلأ. لأنه في شركة. قسرين لي. هلأ. دهبوا بيتكوين. شو منا. ولا اثنين. الدهب بديو يوصل الأنسة. يمكن توصل للسبع ثلاثة. بس مين هيقصد هلأ بالسعر. البيتكوين. حينزل شوي. يعني بيشتروا بيتكوين. بس ينزل يشتروا. لأنه بديو يوصل لآخر سنة مئة وخمسين وهي على الهواء. أنا معكم. بس يتوقن شوي يعني ما شاء الله عليكم. والدهب بعد حيغلها جمانا. كتير. بديو ينفد من العالم لأن. بس الفتة. بس هلأ. 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 فيه وراء. هتحكي بس بالكلام. ديجيتال. يعني ما فيه. ما فيه. ما بقى فيه عملة وراقية. ما فيه. أبدا. وبعدين. بعدين. بعدين أهم شيء. البيتكوين. مئة وخمسين. بعدين رح يوصل مئة وخمسين. بعدين كتير مليون. الوحدة. خلوهم محفظة. وعقد تداولوا فيهن. بس ينزل اشتروا. مش تبيع. بس يعني ما تبيعه. خلوهم. ادها بس يعلى. بس يوطه ما تبيعه. وبس يعلى ربي. بس يعلى ما تبيعه. لوطه ما تخافه. ما تنقهره. ما نحنا مش عم نلعب يعني. ما نحنا بنا نحط لقدام. صحي. اوكي. متن ما عمل النبي.